لا شيء يوقف إرادة ذو الهمم هنا فحتى يعاقتهم جعلوها حافزاً لإكمال دراستهم بعد أن شرعت تربية الأنبار بفتح صفوف خاصة لهم في مبادرة إنسانية تعد الأولى من نوعها يضم هذا الصف تحديداً عشرين طالباً من ذو الاحتياجات الخاصة أغلبهم مصابون بمتلازمة داون أو التوحد أو بطيف من أطيافه فيما تؤكد الكوادر التدريسية هنا أنهم سرعوا الاستجابة للحفظ والتعلم أصبح هؤلاء الطلاب أذكى من الطلاب الذات المستوى الأعلى وأصبح بياناتهم ترابط كل كبير بحيث إذا غابوا الصف الخاص هم الطلاب يسألون ليس ما جمعوا الطلاب خماء مرضى خماء فينتظرون الطلاب يطلعون للساحة حتى يصير بياناتهم مودة وألفة بياناتهم البعض من يشوفهم يقول أنه ذولا يعني مستحيل أنه رح يتعلمون لكن من توفرت لهم وسائل التعليم ما شاء الله دا نشوفوا عدهم قوة بالتركيز حاليا وما شاء الله كل شيء أبدعوا بالامتحانات ما تصورنا أنه رح نوصل لهاي المرحلة كسرة وحاجز أنه عدهم في الجزء مو مكتمل يعني كملوا العجز مالتهم بالإرادة والإصرار لا نعنوا واحد لا نعنوا لا نعنوا وتسعى مديرية تربية الأنبار إلى تطبيق مفهوم الدمج التي تهدف من خلاله إلى دمج طلبة ذو الاحتياجات الخاصة مع الطلبة العاديين في الصفوف الدراسية أو في صفوف خاصة ملحقة بالمدرسة تم فتح صف لذو الهمم في مدارس اليافئين ويعتبر هذا الصف الأول من نوعه على مستوى محافظة الأنبار هناك أدت أساليب للتربية الخاصة منهم من يسحق سنة بالأناية به ومنهم من يسحق أربع سنوات وبالخامس والسادس يندمج مع باقي التلاميذ إن شاء الله ويتخرج ويستحق ما يقوم به باقي التلاميذ وتشير أحصائيات رسمية أجريت قبل عامين إلى أن مدينة الفلوجة وحدها فيها نحو 300 تلميذ من ذو الاحتياجات الخاصة ما يتطلب فتح أماكن أخرى تستوعب تلك الأعداد الكبيرة لا تنظروا إلى الإعاقة على أنها عجز بل انظروا إليها كحافز للنجاح هذا لسان حال التلاميذ من ذو الهممي هنا وهم يكافحون من أجل تحقيق أهدافهم لا سيما بعد أن وضعت تربية الأنبار نصب عينيها تلك الأعداد الهائلة التي بحاجة إلى صفوف خاصة للتعلم أسوة بأقرانهم من محافظة الأنبار أحمد ناجي قناة الفلوجة